ملف نزوح ملف طويل عريض منذ العام 2014 أو حتى ما قبل هذا العام حتى يومنا هذا لم يحل لكن في الحلول ومحاولة إنتاج الحلول عملية حل المشكلة في بعض المحافظات والمناطق قادت إلى مشكلة أخرى أغلقت مخيمات للنازحين وأنتجت عشوائيات جديدة لمخيمات للنازحين أنفسهم ماذا تقرأ في هذا الحل أولا؟ نعم مساء الخير عليكم وعلى مشاهدين قناتكم الكريمة نعم بالبداية خلي نعرف أو نوضح للعالم أنه النازح هو شنو؟ النازح هو كان عنده بيت في منطقة تهدم بيته جراء العمليات الإرهابية وراح نزح وقعد بخيمة بغير محافظة الحل جدا بسيط الحل جدا بسيط أنطي تعويض أسلمة بإيده أو أنطي تعويض أسلمة بإيده قل له روح ابني بيتك ومشاهدت عندك قطعة وبيت بفنان مكان ارجع روح ابنيه وارجع لمكانك أو أنا كحكومة وكدولة أشوف بابا أنت وان شان مكانك مكانك تهدم مكانك انضرب من قبل داعش مكانك انضرب من قبل ابني ران صريقة من قبل الجيش العراقي المهم كانك تهدم تعال بابا خلي ابني لك البيت مالتك وأرجعك البيتك المبالغ الجاي تصرف عن نازحين لا تساوي واحد بالمية أو أقل من واحد بالمية لهذا الحل انت اليوم شنو مشكلة تكون ويا النازح مخلينا نازح مهجر وقاعد بخيمة يا وزيرة الهجرة تقبلين أبوك الله يا الحمامات قبل شم يوم ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ولكن تقبلين أبوك أو أمك يقعد بخيمة بهذا البرد والحار والمطار والصيف والشتاء والجو القاسي من يقبل هذا؟ طيب لكن إذا ما كان الحل بهكذا بساطة يا أستاذ رائد ما الذي يمنع المضي باتجاه هذا الحل تعويض النازحين لكن حتى إذا ما عوض النازحون ماذا عن إعمار المناطق الدور المهدمة افتقار الكثير من المناطق إلى أبسط الخدمات؟ أخي العزيز أنت عن أي تعويض تحجي؟ يعني مليون ونص هي منحة العودة العوائل اللي رجعت العفو إلها مليون ونص الحد الآن صار لهم راح يصير لهم 12 سنة ما مستلميها أو 10 سنوات العوائل اللي رجعتها كو عوائل ما منحة عودة أعتقد من 2007 الحد الآن ما مستلميها عن أي منحة تحجي؟ عن أي تعويض تحجي؟ للأسف الشديد اليوم نحن نعتقد كشعب عراقي أنه النظام السياسي ما بعد 2003 ابتكر أو اخترع وزارة الهجرة والمهجرين حتى يهجر سكان العراق الأصليين يقول لك إحنا سوانا لكم زينية سوانا لكم وزارة هجرة حتى تظلون تتواصلون إياها وحتى تظلون تنطيكم اللي تنطيكم وتاخذ اللي تاخذه هو باب جديد من أبواب الفساد شنو شغل وزارة الهجرة عزيزي؟ رجع النازحين لمكاناتهم وابني لهم بيوتهم وقعدهم ببيوتهم وكان الله يحب المحسنين اليوم أنت إذا تشوف يعني أكو موضوع جدا 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 خطير ويجب الوقوف عليه نحن نصحنا هواي حتى دولة رئيس الوزراء السيد السوداني اللي هو يا عزيزي السامن تروح الطب للمخيمات المخيمات مغلقة على أنفسها تجي داعش قضى يمجها لهم ثلاث سنوات فعلموهم أن الشيع كافر وأن الصابئ كافر وأن فلان كافر وقاموا يكفرون بالعالم وتدري نظام داعش بربري يعني قاعد بهاي المحافظات وقاعد كذا سنوات هل قامت وزيرة الهجرة بي سوى الدورات تثقيفية للتعايش المجتمعي وتعالوا بابا ترشيعة والسنة والصابئ أخوان وإحنا عراق وتعدد العراق بي مسيح وبي صابئ أو بي وبي 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 إلى آخر مو هذا الطفل إذا منها ستعشعش بالبال هذا الفكر الداعشي هذا بعد يوما رح يأذيني ويأذيك يأذي أطفالي وأطفالي ترجمة نانسي قنقر